تعلمنا سابقا طريقة ضرب الأعداد الصحيحة وطريقة قسمتها كما يظهر هنا في هذا الدرس سنتعلم معادلات الضرب وكيفية حلها هنا معادلة ضرب سميت بهذا الاسم لأن العبارة ثلاثة سين تعني ثلاثة ضرب سين ولحلها نلاحظ أن سين تعني عدد البيض اللي يحصل عليه كل شخص كما يظهر هنا وبالتالي فإن سين تساوي اثنين ويمكن حلها بقسمة الطرفين على ثلاثة لأن القسمة عملية عكسية للضرب فيصبح الناتج سين تساوي اثنين وللتحقق من صحة الحل نعوض عن قيمة سين في معادلة الضرب وتسمى المعادلة اللي تبين علاقة بين كميات محددة بالصيغة الرياضية ومن أكثر الصيغة الرياضية شيوعا المعادلة فاء تساوي عين في نون اللي تبين العلاقة بين المسافة فاء والسرعة عين والزمن نون مثال من واقع الحياة تصل السرعة القصوى للسلحفة صفر فاصل أربع كيلو متر في الساعة وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا نجد أن السلحفة تقطع في ست ساعات مسافة اثنين فاصل أربع كيلو متر يعلمنا هذا الدرس كيف نحل معادلات الضرب والصيغة الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر